السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء التلاميذ مرحبا بكم في نص وظيفي جديد بعنوان أنا من المغرب قبل أن نجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذا النص أدعوكم للإجابة قبل ذلك ثم تقومون بمراجعة ما كتبتم وتصحيح الأخطاء لنبدأ أستعد للقراءة أتذكر ما قرأته عن مغاربة العالم هنا يجب عليكم تذكر ما قرأتموه عن مغاربة العالم طوال الأسابيع الماضية ونقول مغاربة العالم هم مغاربة متميزون ومتفوقون في بلاد المهجر في مجالات عدة علمية رياضية وسياسية وهم خير سفير ولاحظ ما يوجد بجانبها ولاحظ تخصصها فعلى ما يبدو أنها متخصصة في علم الفيروسات والطب قراءة النص أنا من المغرب تعرف المغاربة على الدكتورة صارة بلالي عندما ظهرت مبتسمة هادئة رفقة البروفيسور الفرنسي ديدي راول في شريط فيديو يوثق زيارة الرئيس الفرنسي عندما حل بمختبر المعهد الاستشفائي الجامعي يوم الخميس 9 أبريل 2020 استفسر الرئيس الفريق المهتم بعلاج كورونا قائلا من أي بلدان أتيتم لتتوانى الإجابات من الدكاترة المنحدرين من إفريقيا وبينهم كان صوت نسوي يقول أنا من المغرب وقد كان للأصول الإفريقية للفريق الطبي صدا واسع داخل فرنسا وخارجها لكن الأهم بالنسبة للمغاربة كان هو الوصول لهوية الشخص للأصول المغربية ليتبين أنها ابنة الدار البيضاء الدكتورة الشابة صارة باللالي رأت صارة النور سنة 1992 لتكون أكبر إخوتها كان لها مصار دراسي متفوق بكلية العلوم ابن مسيكا التابعة لجامعة الحسن الثاني حيث مكنتها المراتب الأولى من الحصول على تدريب بمدينة مارسيليا الفرنسية وهناك ستلتقي البروفيسور دي دي راول الذي أشرف على تأطيرها لمدة أربع سنوات حيث تمكنت من الحصول على شهادة الدكتورة وتخصصت في البكتيريات والفيروسات وكانت واحدة من الفريق الذي تمكن من التقاط أول صورة لفيروس كورونا داخل المختبرات ظلت سارة تواجه المصاعب بمثابرة وابتسامة لا تفارق ملامحها وتشق طريقها بثبات داخل المختبرات العلمية بمرسيليا إلى أن سجلت براءة اختراع راسخة باسمها بعد اكتشافها لأنواع من البكتيريا وعبرت الطبيبة المغربية عن فخرها بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب ونوهت ونوهت بالسرعة في اتخاذ قرار استعمال نوع الدواء الفعال الذي يوصف مع بداية الأعراض قبل تعقد الوضع السحي وفي تصريحات صحافية قالت الدكتورة سارة إنني ككل مغاربة العالم فاخورة بالإجراءات المغربية التي لقيت تنويها عالمية بداية من إغلاق المطارات وحضر التجمعات وفرض الكمامات وصولا لتبني بروتوكول علاجي يحاصر الأعراض في بدايتها وأوضحت أن المغرب حاصر الأزمة وتحكم فيها وتجنب الوضع الكارتية التي حصد أرواح الآلاف من المصابين بعدد من دول العالم التي اتخذت التدابير متأخرة وتضيف نحن المغاربة في الخارج نعتبر صفراء بلادنا بحيث لا نمثل ذواتنا وإنما نمثل الوطن كله لأننا البوابة التي من خلالها يتعرف الآخرون على المغرب ولدينا مسؤولية كبيرة لأداء هذا الدور ننتقل الآن إلى أفهم النص أغني رصيدي أولا أتعرف معاني كلمة حل بحسب السياق المذكورة فيه الكلمة حل حل الرئيس بالمختبر معناها هنا زار الرئيس المختبر إذن حل تعني زار الكلمة الكلمة الثانية في السياق الموالي حل موعد العودة إلى الوطن الحبيب المعنى هو حان موعد العودة إلى الوطن الحبيب إذن حل هنا تعني حان الجملة الموالية حل العالم مشكلة الإصابة بالفيروس معنى حل هنا هو عالج ونقول عالج العالم مشكلة الإصابة بالفيروس إذن حل في الجملة الأولى تعني زار وحل في الجملة الثانية تعني حان وحل في الجملة الثالثة تعني عالج ننتقل الآن إلى ثانيا آتي بكلمات من عائلتي راسخة وأشرحها حسب موقعها في النص راسخة تعني تابثة نكتب عائلة كلمة راسخة نقول راسخ مرسخ ترسيخ رسخ ننتقل الآن إلى أفهم وأحلل أولا أذكر مكان زيارة الرئيس الفرنسي للمختبر وزمنها ومناسبتها إذن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمختبر نحدد مكانها وزمانها ومناسبة تلك الزيارة نقول المكان مختبر المعهد الاستشفائي الجامعي الزمن يوم الخميس تسعة أبريل الفان وعشرون المناسبة علاج فيروس كورونا تانيا أحدد الاختيار الصحيح بوضع علامة في الخانة المناسبة تعرف المغاربة على سارة بلالي من خلال عيشها في فرنسا ظهورها مع الرئيس الفرنسي دراستها في جامعة الحسن الثاني الجواب الصحيح طبعا هو ظهورها مع الرئيس الفرنسي إذن هذا هو الذي جعل المغاربة يتعرفون على سارة بلالي ثالثا استخرج جملتين تبرزان اعتزاز سارة بلالي بمغربيتها نكتب مثلا يبرز اعتزاز سارة بلالي بمغربيتها في قولها إنني ككل مغاربة العالم فخورة بالإجراءات المغربية التي لقيت تنويها عالميا وفي قولها للرئيس الفرنسي أنا من المغرب إذن هاتين هما الجملتين التي تبرزان اعتزاز سارة بلالي بمغربيتها رابعا أعيد ترتيب الأفكار الآتية حسب تسلسلها في النص تنويه سارة بلالي بالإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة كورونا زيارة الرئيس الفرنسي لمختبر المعهد الاستشفائي الجامعي المصار الدراسي لسارة بلالي إذن نرتب هذه الأفكار الفكرة الأولى هي زيارة الرئيس الفرنسي لمختبر المعهد الاستشفائي الجامعي الفكرة الثانية هي المصار الدراسي لسارة بلالي الفكرة الثالثة هي تنويه سارة بلالي بالإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة كورونا ننتقل الآن إلى خامسا أعيد قراءة النص وأستخرج ما يدل على التميز الدراسي لسارة الاعتراف الأجنبي بكفاءة سارة ارتباط سارة بالمغرب إذن بالنسبة للتميز الدراسي لسارة نقول كان لها مصار دراسي متفوق حصولها على المراتب الأولى حصولها على شهادة البكالوريا بالنسبة للاعتراف الأجنبي بكفاءتها نكتب الإشراف عن تأطيرها من طرف البروفيسور ديدي راول تسجيل براءة اختراع باسمها كانت واحدة من الفريق الذي تمكن من التقاط أول صورة لفيروس كورونا داخل المختبرات العلمية أما بالنسبة لارتباط سارة بالمغرب فنقول قولها أنها فخورة بالإجراءات المغربية أثناء جائحة كورونا واعتبرت نفسها سافيرة وممثلة للمغرب سادسا تحدث النص عن إجراءات وقائية اتخذها المغرب لمواجهة جائحة كورونا أوضيف إجراءات أخرى لم ترد في النص كما تعلمون هناك العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذها المغرب في مواجهة هذه الجائحة نذكر من بينها إغلاق تام للمدن وكذلك إغلاق المطاعم والمقاهي وأيضا اعتماد الدراسة عن بعد سابعا قالت سارة قالت سارة نحن المغاربة في الخارج نعتبر صفراء بلادنا أبين ما تقصده سارة من قولها المقصود من قول سارة هو أن مغاربة العالم هم الوجه المشرق للمغرب ويعتبرون صفراء حقيقيين لبلدهم نمر إلى أركب وأقوم أولا أختار فقرة من فقرات النص وألخصها إذن أنا هنا قمت باختيار الفقرة الأولى من النص وقمت بتلخيصها إذن سأقرأ عليكم التلخيص ويمكنكم أنتم القيام بذلك مع أي فقرة تريدون الفقرة الأولى تلخيصها زيارة الرئيس الفرنسي للمختبر بالمعهد الاستشفائي الجامعي ومبادلته أطراف الحديث مع الفريق الطبي المهتم بالعلاج الذي كان من بين أعضائه سارة باللالي التي حين سأل الرئيس الفرنسي عن بلدانهم أجابته سارة بكل فخر واعتزاز أنا من المغرب ثانيا أبدي رأيي حول نجاح صارة باللالي بالنسبة لرأيي أقول نجاح صارة باللالي كان مستحقة لأنها كانت دائما تسعى للتفوق وأنا أعتز وأفتخر بكونها مغربية لأنها متألقة في مجال اختصاصها وشرفت اسم المغرب وإلى هنا أعزاء التلاميذ نكون قد انتهينا من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا النص نترككم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة